الخبر الأول اللي عدنا عن أسو وردها على متابعين سوكينة للمرة الثانية طبعاً لأشخاص الميعرفون شو اللي صاير فأسو نزلت هذا المقطع على قناته قبل شهرين مثل ما شايفين وهو كان تحدي معين ولكن اللي صار يا حبايب هو أن سوكينة نزلت هذا المقطع اللي كان نفسي فكرة بالضبط ولكن قبل يوم بس وطبعاً كل عادة اللي صار هو أنه مقطع أسو هو اللي تعرض للهجوم وليقولوا لها أنه أنت تقلدين سوكينة رغم أنه مقطع أسو أساس النازل قبل شهرين أما مقطع سوكينة فهو نازل مبارحة فأسو نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات ولكنها حذفتها ورع عشر دقائق بس فبهذا الستوري كانت كاتبة على المقطع قبل شهرين وكاتبة صباحكم عافية أما بالستوري البعدة فجارت حطت تعليقات الأشخاص اللي يقولوا لها أنت تقلدين سوكينة ولكن لأسف يا حبايبن حذفت هذه الستوريات ما قدرت أحملها وآخر شيخ ختمت بالستوري قالت رح أروح أنام أحسن ولكن بعدها نزلت شوية ستوريات رد بها على المتابعين وعلى سوكينة وتقولوا أنه أنا كرهت اليوتيوب بسبب التعليقات السلبية اللي صارت يجع لمقاطع يقول أنت تقلدين سوكينة أنت تقلدين آياتي بالنسبة لوقت صارت تبتشي بهذا الستوري على كل نرحطوكم أهلا حابين نشوفها يعني اللي راح نعيده حنزيده يعني صارت بلا ملح والله العظيم أدخل لليوتيوب ده أشوف الأشيك الفيديوهات ماتي ألقي بس تعليقات سلبية بس تنمر على محتوية تشهر قبل ثمانت شهر بعدين يسرين تتقلدين زين شلون يعني أنا رحت للمستقبل أقرأ أفكار الناس صارت أكثر من مرة العالم وأنا سكتت وأقول يلا ما يخالف وأنا ما حنتش كل أحد يقلدني لأنها على شيء يعني وحق الله حتى لكرهات اليوتيوب والله العظيم واحد يفتح الفيديوهات أنا سويته قبل شهرين قبل شهرين بس سب وغلط عليه وهم أسكت الفيديوهات ماتي ملاحتي سويته قبل ثمن مرة أشوف يوتيوبرين سوين فيديوهات أنا هم بسوي مثلهم أنا هم بسوي المحتوى اللي يسوي بس مو بس مو أنا من سويت فيديوهات لا أحد يقول أحب بعون مقال واحد يتعب واحد يشتغل واحد يفكر أنا تجي مرات تجي مرات أيام أفكر ده هنزل فيديو واحد فيديو واحد أفكر شوال أسوي شوال أمن تجيش شوال حيصير كافي كافي ترى صدق كافي أنا اكتفيت ترى حالي من حالكم أنا هم أقرأ التعليقات و أنا هم عندي مشاعر و أنا القهر بس دامين أقول يسوي خليت قوية الدنيا ما تسوى بس لا وصلت حده جديا تصدق وصلت حده فاكتبوني يا حباي بالكومنت شو رايكوب هذا الخبر وهل تشوفون سوكينة هي اللي تقلد أسو فاصل أن أسو تنزل المقطع وراء شهرين هي تنزله الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي هو نور مار ويارا مار فنور مار نزل على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت يصور بي ويا يارا مار وهذا المقطع رح ينزل على اليوتيوب يوم الخميس واللي رح يكون ردة فعلهم على فرقة بلاك بينك فراح تقوم هذه الستوري شوفوه جماعة الخير صورناكم فيديوهات أنا ومي رائعة فيديو بلاك بينك يوم الخميس على قناة الداني فسؤال فسؤال أنا نزلكنيها مع مونتاج مختصر ولا نزلكنيها مع هذا مونتاج وحكينا بكل عفوية كتبولي هم نصدر نحن كتير فتنة مواضيع غير مواضيع أما اليوتيوبر الثاني فهي عزة زعرور فعزة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تعلن به عن أغنيتها الجديدة فشانت كاتبوا هذا الستوري إن شاء الله بس يخلص المسلسل في مشروع جديد أغنية نار وستايلها الجديد فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج قد أنتم متحمسين لأغنية عزة زعرور الجديدة الخبر الثالث اللي عدنا عن الحرب العالمية اللي صايرة بالإنستغرام اللي ما بين نورستار ويا أنس وبيسان وأكيد وياهم موفلوكز وبالمقابل نارين البيوتي ويا جيشها الخرافي طبعا ما يعرفش اللي صاير فإنس وبيسان وياهم موفلوكز ونورستار شعلوا السوشال ميدا بتنزيلهم هذول ثلاث صور اللي نوعا ما مثيرين للجدل وسببوا هجومات كثيرة من جيش نارين فهذه الصورة الأولى اللي نزلت على حساب أحمد النشيط بالإنستغرام وفعليا لو تدخلون على هذه الصورة تلقون كل الكومنتات سيب ويقولون أنه بيسان تقلد نارين أو أنه يا أحمد لش أنت صورت به هذول تافين أو الصورة مقززة من هذا الكلام مثل ما شايفين بالتعليقات الحمد أما هاي ثاني صورة اللي نزلت على حساب أنس الشاي بالإنستغرام واللي كانت الضحية نورستار في أغلب الكومنتات كانت تقول أنه لبس نورستار صار نوعا ما غير لائق وصاروا يتهموها أنه هي صارت قلد بيسان باللبس أنه صارت مثلها نورستار طلبت من أنس الشاي بأن يوقف هذه التعاليق فحالي أنه تدخلوا على الصورة رح تشوفون أنه مكتوب عليه أنه الكومنتات على هذا البوست مقيدة ومحدودة يعني بالمختصر ما رح تقار تعلق براحتك أما بالنسبة للصورة الأخيرة فاللي هي هاي نزلت على حساب بيسان بالإنستغرام وفعلا يكون الكومنتات كانت تقولون أنت تقلدين نارين بيوتيا أو أنت مصلحشية أو أنت خاينة اكتبوني يا حباي بالكومنتات شو رأيكم بعض الخبر وهل هم يستحقون هذا التهجم لتعرضه الأولى الخبر الرابع اللي عادنا عن مريانا غريب وليش هي دخلت فريق ففا نابولي فمريانا نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تريد بي على هذا الجواب وراحطوكم هذا الستوري اللي حاب أن يشوفها ليش اخترت أكون بففا نابولي أول شو لما بنذكر اسم هاي العائلة أنا كتير بنبسط كتير فففا نابولي أنا بتابعه من زمان كتير 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 أنا فانزق لهم قبل ما أكون حدا من أعضاء الفريق فففا نابولي نمبر وان بي نظري وبس والله يا حبايب اللي هنا وصلنا إلى هات المقطع اتمنى المقطع أجابكم لا تنسوا تحطون لايك تشتركوا بالقناة شانيا كوفير زي مقاطع في مملك القصص وبس مع السلامة